تضاعف أزمة انقطاع الكهرباء في محافظة تأميم معاناة المواطنين الذين يشتكون درجات الحرارة المرتفعة واعتمادهم على الموالدات الأهلية بشكل كبير نهيك عن تأثير ذلك على أعمالهم وأرزاقهم احنا وي الموسم الشعب يحتاج الكهرباء الدولة ينقص الكهرباء هو هسته الكهرباء انت بربي 24 ساعة كهرباء شا سيبيه بالشتاء غلت الشدة دنيا ثلج بارد كهرباء ماكو هسته موهم كهرباء تنطي وبعدين اش دعوة أمبيرية 14 ألف وين صاير؟ هو بحاجة أشد الحاجة أمس الحاجة للكهرباء هي بداخل أيان تطفى الكهرباء سبحان الله اللي هو شعر السادس والسابع والثامن تجي قامت بشعر الخريف وبشعر الربيع اللي هو قادر أن يستغني عنها وبعز البرد شعر 12 وشعر الواحد عمل كهرباء ما أشوفها بقى هذا حسبنا الله ونعمله كيف ويشكل المواطنون من الارتفاع الكبير في سعر أمبيرا المولدات الأهلية الأمر الذي يفاقم معاناتهم بانقطاع الكهرباء في هذا الشهر تحديدا كانت الأسعار نارية يعني سعر الأمبير وصل إلى 11 ألف دينار عراقي وفي بعض المناطق 12 ألف دينار يعني تخيل لو أسرة لديها ثلاث أمبيرات يصل المبلغ إلى 40 ألف لا أعتقد هذا المبلغ بالنسبة للمعظم العوائل الفقيرة قد يكون مبلغ هين بل هو رقم مرتفع ويعيش مواطنون تأميم حالة من الإحباط من عدم قدرة السلطات على إيجاد حل لأزمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات طويلة يعني أنا فوق ما أدفع فلوس الكهرباء أجي أدفع فلوس المولد بأسعار باهظة التسعيرات كيف توضع هذه كلها تساؤلات تحتاج إلى إجابة وحتى الآن لم نحصل على إجابة كمواطنين دعواتنا أن يكون هناك جهود حذيثة وجهود حقيقية في تجهيز في تحسين الواقع الطاقة الكهربائية في العراق بشكل عام وتشكل أزمة الكهرباء عبءا يضاف إلى الأعباء الكثيرة التي يعيشها مواطن التأميم والعراق عموما نتيجة الفشل الحكومي وتدهور الأحوال المعيشية